سلام أنهت الهجمات الأخيرة على القواعد الأمريكية في العراق والسورية فترة شبهها المراقبون بأنها كانت هدنة غير معلنة بين الولايات المتحدة والفصائل التي تتهمها واشنطن بموالاة إيران الأشهر الستة الماضية لم تشهد أي نشاط يذكر أو هجمات كانت تلك الفصائل اعتادت على شنها ضد القواعد في عين الأسد غرب العراق أو كردستان في شماله بل وحتى على المصالح الأمريكية والمشآت النفطية وغيرها لكن هذه الهجمات عاودت الظهور منذ بدء الحرف في غزة وارتفعت وطيرتها لتصل إلى 13 هجوم بالمسيرات والكاتيوشا خلفت بحسب مسؤولين أمريكيين أكثر من 20 إصابة بين العسكريين صحيفة وولد سريت جورنال تحدثت في تقرير لها عن إطلاق إيران العنان للقوى الإقليمية الموالية لها للقيام بعمليات ضد القوات الأمريكية وعلى الرغم من التحذير شديد اللهجة لوزير الخارجية الأمريكي بأن بلاده سترد بشكل حاسم في حال استهداف طهران القوات أو الأفراد الأمريكيين المسؤولون العسكريون في واشنطن لم يتهموا طهران صراحة بالمسؤولية عن تلك الهجمات لكنهم قالوا إنها تحمل بصمات إيرانية سواء كان ذلك بتشجيعها أو عدم اتخاذ أي إجراء لمنعها مفهوم أو استراتيجية الحرب بالوكالة لم تكن غريبة عن المنطقة لأن إيران دأبت على ممارستها في العراق وسوريا واليمن ولبنان لكنها هذه المرة ستواجه بردود أمريكية قوية ومبعث ذلك ما تراكم لدى واشنطن من خبرة على مدى سنوات في التعامل مع أحداث المماثلة ولأن الإدارة الأمريكية تأخذ جانب الحذر من أي توسع لرقعة الصراع أو خلق أوضاع لا تتحملها المنطقة المتوترة أصلاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر